اشتركوا في القناة من أساتذة ومن من يشتغلون في إطار الدعم الإداغوجي وكذا من آباء وأولياء أمور التلاميذات قد يعتقد البعض أن الموضوع لا يهمه باعتباره يتناول المكون من مكونات اللغة الفرنسية إلا أنه اعتقاد خاطئ وإن كنا نتفق معه بخصوص المنهجية أو دي داكتك لخاصة إلا أنه تمت عناصر مؤكد أن الجميع في حاجة إليها بغض النظر عن اللغة وهي الجانب البيداغوجي الجانب دي داكتك العام الذي يسري على باقي المواد ثم أخيرا وليس آخرا استراتيجية التفكير والتعامل مع الأسئلة وهذا هو الأهم إذن مرحبا بالجميع حاولت في هذا العمل مقارنة مختلف المراجع الرسمية الخاصة بالمستوى الخامس والسادس وبالضبط وذلك قصد الخروج بخلاصات توحيد المنهجية واعتمدت في الدرس التطبيقي الاشتغال بكتاب تلميذ المستوى الخامس كما اعتمدت على مراجع رسمية أخرى منها الدليل البداغوجي ومستجدات المنهج الدراسي التالي امتدائي أي المنهج المنقع للسنوات الأربع الأولى التالي امتدائي إضافة إلى كتاب أو مرجع الأستاذ عبد الرحمن التومي لسنسير en didactic du français عنغة étrangère لماذا هذا الشريط؟ بإمكان هذا العمل أن يكون مرجعا عاديا لكن بإمكاننا أختي الفاضلة أخي الفاضل أن نجعله معا أنا وأنتم ورشة تكوينية تفاعلية إذا تمكن كل واحد منكم ومن خلال فقارات هذا العمل من الإجابة على الأسئلة المطروحة فسنكون قد حققنا ذلك السؤال الأول كيس كولا لكتور؟ عرف القراءة السؤال الثاني دون تخواتيب دو لكتور يعطي ثلاث أنواع من القراءة السؤال الثالث كيس كولا لكتور آناليتيك أو ميطوديك ما المقصود بالقراءة التحليلية أو المنهجية السؤال الرابع كوفيز شي لابخنان لابخميير لكتور ماجستخال خطيط لسيناريو بيداغوجي أخذن بين الاعتبار ما يلي دون تخواتيب دون تخواتيب دون تخواتيب دون تحديد أبرز الوسائل أو المعينات الدكتية أو ما يسمى بالحوامل الدكتية المستعملة كتخواتيب دون تخواتيب دون تخواتيب دون تخواتيب دون تأخذي من تلك المنهجية ألف ترحفراضيات حبار عن ثلاثة سئلة أو تعليمات بي ترحفر الغراضيات وخنصرر لصنعه في التكست سي قسيون أي أو سيقن التحقق من هذه الفراضيات وبناء معنى النص نطلب هنا ثلاثة سئلة أو تعليمات وأخيرا سي رياجير التكست دو كيسيون أي أو كونسيني جيم التفاعل مع النص عن طريق ترحي سؤالين أو تعليمتين ملحوظة لمن لا يعلم أن أي أو في الجملة تستعمل للتخيير وأيضا للجمع بمعنى أنه يمكن المترشح أن تكون إجابته كل عبارة عن أسئلة كما يمكن أن تكون كلها عبارة عن تعليمات كما يمكنه كذلك أن يمزجها بين التعليمات والأسئلة هناك ملاحظة أساسيتان الأولى أن فهم السؤال يعد نصف الجواب لم نقل أكثر وتحديد كلماته المفاتيح يزيل الغموض والإبهام أما الثانية فلا أستهدف من خلال هذا العرض مدكم بالمعارف الجاهزة وإنما أستهدف إثارة انتباهكم إلى المهارات إلى اكتساب المهارات واستراتيجيات الإجابة وعليه فالعرض الذي بين أيديكم يحمل في تناياه الإجابة عن هذه الأسئلة سواء في شقيق تخطيطي أو شقيق تدبير تنفيذي مع بناتي الدرس النموذجي وكل سؤال أو تفسير عن هذا الموضوع أو غيره يمكنكم ترحوه في تعليقات الشريط يكون موضوعا للأعمال القادمة إن شاء الله إذن على بركات الله سنسرعو في تقديمي محاوري هذا العرض إذن هناك محوراني أساسيان المحور النظري والمحور التطويقي Partي théorique et partie pratique المحور النظري سنطرق إلى النقات الأتية أس Diskussير أي أساسه أعجبت خانج APIs سنسرح سنسرح أ Xbox نحن الأصول أساسية لشرح أقل السابقه чего paddle منعهم السابقه و مشاهد مستوي الشديد اليوم ي visa يتم تكمله سيارة المترجمات للمترجمات المترجمات ترجمة نانسي قنقر 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 والعنصر الثاني هو الفهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ننتقل الان الى انواع القراءات قول ذلك ستجدون رابط المرجع المعتمد عليه في صندوق الوصف اسفل الفيديو هناك ثماني انواع منوع الاول لالكتور سيلانسيوز طبعا هي ضد القراءة الجهرية ولكن المقصود بها هنا هي القراءة الصامتة التي تستهدف اكتشاف النص هي القراءة الصامتة التي يقوم بها المتعلم في بداية حصة القراءة منوع الثاني لالكتور ستوديوز هي القراءة التي نستعمل فيها قلم ونقوم بتصدير تحتها اشياء والتطير يحول اشياء وكأننا نستهدف تذكرة ما نقرأه هذه القراءة التي تسمى بالالكتور ستوديوز النوع الثالي بالالكتور وهي القراءة التي نقوم بها في قراءة المذكرات اي اننا نذهب مباشرة الى موضوع المذكرة ثم اخر اجل اذا كانت تتعلق باجر محدد ونهمل الباقي تسمى بالالكتور بالالكتور النوع الرابع والالكتور هي قراءة عشوائية يقرأ العنوان ثم العنوان الكاتب الى اخره اذا القراءة الخامسة وهي لالكتور اكتيف خاصة بنوع معين من النصوص الانصوص الارشادية عندما نقرأ وصفة للطوخ مثلا او وصفة تركيب جهاز معين فاننا نقرأ وفي نفس الوقت نطبق اذا نقرأ ونطبق عندما تكون القراءة مقسمة الى جزئين قراءة وتطبيق فتسمى اللكتور اكتيف النوع السابع وهو عندما نقرأ قراءة جهرية جل قراءاتنا في الابتداء هي قراءة جهرية اللكتور اكتيف النوع السابع هي القراءة التي نستهدف البحث عن معلومات محددة نعرفها سلفا لا نبحث عن شيء مجهور وإنما نعرف المعلومات التي مثلا عندما نقرأ في دليل الهواتف ونبحث عن رقم معين أو شخص معين او عندما نبحث عن كلمة في القاموس دكسونار اذا هذه تسمى اللكتور سيلكتيف واخيرا اللكتور اناليتيك وبيا متوديك وهي التي سنترق إليها في الشريحة المقبلة هذا التعريف كان فقرة واحدة لم أضيف له ولم أحذف منه كل ما فعلته أنا نميزت بين أفكاره الأساسية ثم لونت الكلمات المفاتيح لمقلي التي تحدثنا عنها آنفا وبالتالي ماذا اكتشفت اكتشفت أن هذا التعريف يبتدئ بالافتراض والفرضيات النتجة عن الملاحظة والتفسير والتأويل وينتهي بالفهم كما تحدثنا عن الملاحظة كما تحدثنا عن الملاحظة على عكس اللغة العربية فإن منهجية تدريس اللغة الفرنسية موحدة بحيث نجد هذه الخطوات الأربع لجميع المكونات سواء تعلق الأمر بالكومليكاسيون والغرامير بالكونجيزون بالكونجيزون هذه الخطوات الأربع نجدها في كل المكونات الخطوة الأولى الملاحظة والاكتشاف تتغيز تخرج الفرضيات الخطوة الثانية الخطوة الثانية أي الفهم والمفهمة المفهمة بمعنى بناء المفهوم الخطوة الثالثة تطبيق مباشر وتطبيق مباشر وتطبيق استثمار المفهوم والمفاهيم في وضعيات جديدة الخطوة الرابعة والأخيرة والمفهوم والمفهوم بمعنى التقويم والدعم منطب المفهومة على المفهومة والمسطوة 506 مرحلة ثانية لنظر ونظر ونظر مرحلة ثالثة لنظر ونظر 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 في الوطن الأساس سiamo منذ التعامل القبراء الآتية. أبعد المفهامة أي قبل المفهامة أبعد المفهامة أثناء بناء المفهوم أبعد المفهامة أي بعد المفهامة أنشطة التقويم والدعم. وأضعوا بين أيديكم زبدة الموضوع وخلاصة هذا المحور. هذه هي الهيكلة الرئيسية الرئيسية لدي رسالة والفرنسية. بحيث ما زجت فيها بين المراحل الكبراء والخطوات التفصيلية. إذن كمارحالة الكبراء أبعد المفهامة أو أبعد المفهامة ومن المفهامة ومن المفهامة يقبلها المفهامة ومفهامة ومفهامة في حين أن المرحلة الثانية pendant l'écoute et pendant la lecture et la conceptualisation يقبلوا خطواتين la compréhension et la conceptualisation Another thing about application and transfer وفي المرحلة الأخيرة Après l'écoute et la lecture et la conceptualisation يقبلوا لأستخدائي ومثلوا في العمل نأتي الآن إلى عنصر مهم جدا وهو الذي شكل موضوع نقاش في مجموعة من المنتدايات الطربوية وهو اختلاف المراجع من حيث نضامين الحصاص هنا يجب تنوي على أن المراجع اتفقت في الأصول واختلافات في التفاصيل والفورة وهذا هو الأهم في الأصول أي أن سيناروبي داغوجي يقسم إلى أربعة حصاص والمفروض أنه يبدأ الأستاذ من حيث انتهى في الحصة التي قبل وهنا تختلف إقاعات المتعلمين ويختلف أيضا الدرس من درس إلى آخر جمعون الظروف لكن الأهم أن هناك اتفاق أولا على مراحل الحصة الأولى والهدف منها أي استخراج الفرضيات بعد استثمار مرفقات النص وتفاصيل الموجودة داخله من عنوين مثلان والرسومات إلى آخره ثم تنتهي الحصة بماذا ببداية فهم عام للنص بعد القراءة الصامتة هذا متفق عليه ومتفق أيضا على أن بقية الحصة تستهدف أولا الفعل القرائي في حد ذاته بمختلف المستويات ثم تستهدف كذلك الفهم مع استثمار القواعد اللغوية والمكتسابات السابقة وصولا إلى ماذا؟ إلى ربط حصة القراءة بالإنتاج الكتابي دون أن ننسى إعطاء المتعلم فرصة التعبير عن رأيه وعلاقته بالنص إذن فالخلف بين المراجع ليس جوهريا فهو لا يعد أن يكون تغيير مسماية لفقرات ثم تركيز على نشاط دون آخر وتسبق نشاط عن آخر ليس إلا أما الهدف هو الفعل القرائي بالدرجة الأولى الفهم ثانيا ثم ربطه بالإنتاج الكتابي لبرودكسيون إكخيت ثم إعطاء الحرية للمتعلم لإبداء رأيه وتفاعله مع النص يمثل الجدول أمامكم الهندس البداغوجي المكون القراءة لالكتور في المستوى الخامس والساس لغة فرنسية بحيث نص واحد في أسبوعين والنص الثاني في الأسبوعين المواليين يعني أنه لدينا درسين في أربعة أسابيع والدرس الأخير أو النص الأخير في الأسبوع الخامس الدعم يعني أصبحت لدينا ثلاثة نصوص في الوحدة مدة الزمنية الحصة الأولى والحصة الثالثة مدتها ثلاثون دقيقة أما الحصة الثانية والحصة الرابعة فمدتهم خمسة وأربعون دقيقة المجموع الإجمالي من الغلاف الزماني هو مئة وخمسون دقيقة لكل درس نتفق جميعا أن أي وضعية تعليمية تعلمية تستهدف اكتاب المتعلم ثلاثة أنواع من القدرات أولا قدرات معرفية لصفوار تانيا قدرات حس حركية أو ما يسمى بمهارات أو أيضا تسمى بمعارف الفعل لصفوار فاغ ثالثا قدرات سوسو عاطفية أو نطلق على أيضا مواقف معارف الكينونة أو الخبرات لصفوار أدخ ونذكر أنه في مقارب الأذاف كنا نركز على نوع محدد في استقلالية مع النوعين الآخرين أما الآن وفي ظل المقارب الكفايات فلا يمكن الحديث عن الكفاية إلا بإدماج وتعبئة القدرة الثلاث معا وذلك لإيجاد حل ناجع لوضعية مركبة أي أن الكفاية هي نقطة تقاطع هذه القدرات وكلما تحققت الكفاية إلا واتسع مجال هذا التقاطع لكي تتحول الكفاية إلى كفاء حيث أن الكفاية هي الحد الأدنى المقبول من الأذى الكفاية هي الحد الأدنى المقبول من الأذى أما الكفاءة فهي الحد الأعلى من الأذى إذن والتمكن بإتقان من هذه الكفاية الأساس يحولنا إلى ما يطلق عليه بالكفاءة فنقول شخص كفأي متمكن إذا طرب من المترشيح صياغة نص كفاية أساس لمستوى من المستوى الدراسية في الابتدائي فالصياغة تكون ثابتة لا يتغير منها إلا ما كتبته باللون الأحمر فهو يبين تدرج وتغير الفئة العمورية من المستوى الأول إلى المستوى السد وبالتالي سنركز في نص صياغتنا للكفاية الأساس من المستوى الأول على الوضعية التواصلية ذات علاقة بذات المتعلم ومحيطه المباشر والمحل بمعنى الأسرة العائلة والقرية وأيضا المدينة أما بالنسبة للمستوى الثالث فسينضاف إلى هذا الوسط ما هو جهوي وسنضيف إليه في المستوى الرابع ما هو وطني لكي يكون المحيطة الكوني حاضراً في المستوى الخمس والسدس إذن لاحظوا معي كيف سيتم تدرج صياغة الكفاية حسب المستويات من حيث المضمون في مجال لا لكتور إذن في المستوى الأول المتعلم المتعلمة سيكونان قادراً على ماذا؟ قراءة المقاطع والكلمات والجمل البسيطة في حين أنه في المستوى الثالث سيكون قادراً على قراءة نصوص قصيرة من نوع الإخباري ثم السردي والوصفي والإرشادي أربعة أنواع في المستوى الثالث وسينضاف إلى هذه الأنواع الأربعة في المستوى الرابع للخمس والسدس التفسيري بحيث سيكون المتعلم متعلمة قادراً على قراءة نصوص قصيرة دائماً إذ NTابع إخباريات سرديات وصفية إرشادية و أيضًا تفسيرية سمية ومقرأّ شخص ينافع في المشروع المال ترجمة Во موردون المال يمكن المعرفة تماماً في المنزل المقاطعة في المنزل من ليفصل يعني وليت ذلك أنه أن تريدون المعرفة للمساعدة ومثالات المال وطورة عن طرف يدفع ك sentence قبر ومعنى ثمها تجعيص مساعدة وموقع معرفة موكون وعرفة إلى أقل التالية التي تواجهتها وضع تفضل قوالة للترجمة تلاحظون أمامكم الكفاية الأساس لمستوى الخامس وتضم ثلاث مكونات لكومنكاسيون عكد لانقاج لغال للكتور لبرودكسون دو لكري وقد خصصنا هادئي الحصة لتدرج الكفاية الأساس لمكوين للكتور وإن أحببتم أن نخصص شريطا آخر لتدرج الكفاية الأساس لكل من لتدرج الكفاية الأساس وإن أحببتم أن تتعليقات في التعليقات لتدرج الكفاية الأساس لن أحببتم أن تدرج الكفاية الأساس وسنحاول تدبير وتنفيذ مقتضايتها حرفيا وبجميع تفاصيلها دون زيادة ولا نقصان ويمكنكم بعد ذلك تكييف مضمون تخطيتكم مع احترام الخطوات المنهجية وبالتالي فهذا سيناريو مأخوذ من مرجع الأستاذ ولن نناقش مدى ملاءمة مضمون هذا السيناريو سواء لمستوى المتعلمين أو للزمن التعلمي المخصص له وكذل البنية الاجتماعية والثقافية للمتعلمين ومتعلمات بل سنركز على ما يهم مصحح الأسئلة ومن خلالهم واضعها والمتمثل في مدى تمكن المترشح من هيكلة السيناريو البيداغوجي واحترامه للشروط البيداغوجية والديداكتيكية تخطيطا وتدبيرا إذن من أهم عناصر السيناريو البيداغوجي والذي يحظى بأهم كبرى في الأسئلة ما ترونه أمامكم يسميها الترويصة تتضمن عناصر مهمة جدا تطرح في أسئلة المباريات إذن نبدأ من الوسط لا ديسيبلين مقصد ماabe ومثتع في اطالق وجديد في أطالق في أطالق وجديد أو أحدات الدراسيات ويقدر كون الغانتخي السكولير وهو المجال الأول الذي نبدأ بسانا الدراسية يقدر كون الناس والمجال يقدر كون الفات والأراضي والتساط هذا المجال يجب أن يشارك بسيارة ويقدر كون الصحة على حساب السيارة التي توجد التسائل التسائل علم أن يتطلب هو التطول التطول في هذا المسأل الناس يطلب من المترشيح أن يكتب أن يحدد هدفين دوز امترنتيسات في هذا المجال أقترح عليكم ما يلي الهدف الأول سيكون مرتبطا بنوعية النص هل يمكن أن يكون مرتبطا بنوعية النص في مثلنا هذا ثم الهدف الثاني يمكن أن يكون لديه علاقة بالمجال الذي درسناه إذا كان المجال يتحدث عن الصحة إذن سنتحدث عن هذا الفن لديه علاقة بالصحة أو إذا كان يتحدث عن المجال الحفالات والمواسيم سنتحدث عن هذا الفن لديه علاقة بالمجال في حالاتنا هذه سنتحدث عن التحديد من المجال ثم الهدف الثاني يمكن أن يكون لديه علاقة بالمجال يمكن أن يكون لديه علاقة بالمجال أو المعينات الدكتية أو المسايل الدكتية لديه علاقة بالمجال ولكن دائما تشير إلى نفس المعنى في حالتنا هذه لدينا لدينا ولكن يمكن أن يكون لديه علاقة بالمجال وممكن أن يكون لدينا مجال على حسب الأستاذ ماذا يوظف في هذا الدرس كل شيء المتوظفه في الدرس يشار إليه في هذه الخانة لديه هذه العناصر المهمة أضيف إلى ذلك أحيانا في مواد أخرى هناك عنصر مهم لما بمعنى المكتسبات السابقة ما هي المفاهيم السابقة التي درسها المتعلم وتمكن منها وسيوظفها في تلقيه لهذا الدرس أو في استيعابه لهذا المفهوم الجديد أو في إطلاق ما هي المتابقة منظورة التوكزيج لدينا التوكزيج ب. يقوم بعمر بأمورة للمساعدة ويقوم بعمر بأمورة لبنية أولاً سنة سيطرة أولاً بأمورة تدخلت في تحديث بمساعدة من خلال بحضورتي خلال نعلم سوى أنه مجموعة سوى قضية ، سوى أولئك ، سوى قرارين سوف نهاية الفيديو, سوى أعلقة وره فقط ، أخرى وقلي يتكلم أبداً ، فلون الآن سوف نظر أن نجد مرةً للمكواق من الشباب موسيقى 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 يتوقع الخططة وخاصة العملي سوف تستطيع موسيقى 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 سوفيقى المسيقى يتوقع ونتأك بتتبغوا نفسي ووف أ sightاه نفسي ي أتالى نتوم بشر كوروasma او بيان وسيقى. او بيان و يسيرا و يتشبه او بيان او بيان او بيان رأبو بيان بحلق . Très très bien. Bien. Rappelez-vous bien de ces hypothèses. Nous allons les garder jusqu'à ce que nous les vérifions après la lecture. Passons maintenant à la question numéro 2. Quel est le titre de ce texte ? Le titre de ce texte est La pollution des océans. La pollution des océans. Bien. Pour la troisième question, quels sont les intertitres ou bien les sous-titres ? Les intertitres sont les déchets d'usine et les morcées noires, les marées noires. Les marées noires, très bien, c'est les marées noires. نعم 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 Next is to we are now to the fourth question. Connais-tu d'autres formes de pollution ? Oui ! Je ne connais qu'une. ень whichlle ? La pollution du sol, pollution de l'eau, pollution de l'air et la pollution sonore. Très bien ! Et voici, quelques unes de plus. La pollution par les déversements de pétrole La pollution par les déchets nucléaires Et la pollution lumineuse On va voir la cinquième question Choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes Ce texte va A. raconter une histoire B. donner des informations Ou bien C. expliquer comment fabriquer un objet Ce texte va donner des informations Très bien Ce texte est un texte informatif Alors il va donner des informations Très bien C'est comme ça On a fini les questions de la rubrique J'observe et je découvre L'objectif de la deuxième partie de cette séance Est de permettre aux apprenants d'amorcer à la compréhension C'est-à-dire de déclencher, de démarrer, de commencer Et d'entamer cette compréhension globale du texte Après avoir lu le texte silencieusement Je vous invite à répondre aux questions suivantes A. de quoi est couverte une grande partie de notre planète ? Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau C'est bien Deuxième question Qu'est-ce qui vit dans ce milieu ? C'est le milieu où vivent beaucoup de poissons et de mammifères Très bien La troisième question Que fait l'homme ? L'homme pollue la mer Très très bien Nous arrivons à la dernière question Est-ce normal qu'il pollue la mer ? Que doit-il faire normalement ? Normalement, l'homme doit protéger la mer La deuxième séance est une phase d'écoute et de lecture en même temps Alors chaque élève sera capable au niveau d'écoute de Premièrement, dégager le sens du texte Deuxièmement, vérifier les hypothèses proposées dans la première séance Troisièmement, apprendre et développer un savoir-faire lié à l'écoute Et elle sera capable aussi au niveau de la lecture Deuxièmement, apprendre et développer le déchiffrage Développer la fluidité Et enfin, développer la compréhension Dans cette deuxième séance, les apprenants sont invités à exploiter les activités Des trois rubriques Je l'ai, je comprends Je l'ai, j'écris Et j'enrichis mon lexique Tout cela se fait pendant la lecture Cette phase d'écoute se manifeste par la première lecture magistrale du texte Sachant que les livrets sont clos Tandis que la phase de lecture se traduit par Premièrement, par la deuxième lecture magistrale du texte Les livrets maintenant sont ouverts Deuxièmement, par les lectures individuelles des apprenantes et des apprenants Avec des questions de compréhension Enseignons et apprenons Leur lecture à haute voix devrait être Audible Fidèle Fluide Et expressive C'est dans cette séance que les apprenantes et les apprenants sont invités à répondre collectivement Je dis collectivement aux activités de la rubrique Je lis et je comprends Avant d'exécuter individuellement la consigne de la rubrique Je lis et j'écris Je lis et j'écris Je lis et j'écris المترجم للقناة 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 جيدا ، لسئلوف أن يؤذلหل سفاقتهم القادمة في تسكن الأخطاط و doubleط obviously يضان مندول الأخطاط وأ الأخطاط ألغبتل ذلك C'est-à-dire que les oiseaux, les poissons et les autres animaux مurent à cause de des déchets. Très très bien. Alors passons maintenant à la question numéro 13. Que peut-il arriver quand il y a un accident de bateau ? Quand il y a un accident de bateau, le pétrole se réponde dans la mer. Pour la dernière question, comment appelle-t-on ce phénomène ? Ce phénomène s'appelle la marée noire. Quand le pétrole se répand dans la mer, on parle de la marée noire. Bravo mes chers élèves ! Maintenant je vous invite à répondre aux questions de la rubrique Je lis et j'écris. La question numéro 15. Réponds aux questions A. Quel est le type de ce texte ? Le type de texte est informatif et descriptif. Bien, la question B. B. Qui souffre de la pollution de la mer d'après le texte ? Les poissons et les mammifères, les oiseaux et les animaux. Bien, alors on dit les poissons, les mammifères, les animaux et les oiseaux. Tu répètes s'il te plaît ? Les poissons, les mammifères, les oiseaux et les animaux. Très bien, la question C. La question C. Qu'est-ce qui pollue les côtes ? Des poissons, les poissons et les poissons et les poissons ? Bien, l'avant-dernière question E. encadre dans le texte deux adjectifs qualificatifs. Le premier adjectif, c'est grande. Le deuxième adjectif est mal propre. Bien, y a-t-il d'autres adjectifs ? Oui. Tu peux les citer s'il te plaît ? Noir. Oui. Toucher. Bien. Engluer. Hum. Recouvert. Désolant. Alors, pour la dernière question, donne le contraire du mot suivant. Oui. Beaucoup. Le contraire de beaucoup est peu. Et aussi, aucun, rien, personne. Oui. Le contraire de nettoyer. Le contraire de nettoyer est salir ou bien tâcher, contaminer. Qu'il est l'antonyme du vivre ? L'antonyme de vivre est mourir ou périr. L'antonyme de vivre est mourir ou bien périr. Ou bien périr. Merci infiniment, Dina. Et à la prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant cette troisième séance, les apprenants et les apprenants sont invités à effectuer les activités de la langue et de la production écrite proposées par leur enseignant, puis à exécuter la consigne de la rubrique « Je lis à haute voix ». Nous devons signaler qu'à ce moment précis du cours, que l'enseignant doit se vocaliser sur les faibles en lecture, commençant par la lecture des syllabes, les mots, puis les phrases. Parmi les activités qui ne figurent pas sur le livret et de l'apprenant, celles de langue et de production écrite, ainsi, et sont proposées par l'enseignant selon les contenus et les objectifs visés dans chaque unité didactique. Bien, commençons par la première question dans cette activité de langue. Donne deux mots qui se terminent par « EI » comme « déchet ». Sujet Projet Robinet Guichet Guillemet Jouillet Livret Minaret C'est bien. Passons maintenant à la deuxième question. Trouve deux mots de la même famille que « Mère ». Marin Marais Marinier Marêtis Bien. Et deux mots de la famille de « Pollué ». Pollution Pollution Pollueuse Pour la troisième question, relève deux phrases du texte, entoure le sujet et souligne le verbe. Première phrase. Vas-y, Rehab. L'homme, le sujet. Oui. Pollue le verbe. Très bien. Deuxième phrase, Lina. On se débarrasse. En Sujet Se débarrasse Verbe Très bien, les filles. Ce fut Le sujet Sont Le verbe Bien. Il tue Il Sujet Tue Verbe Oui, dernière phrase, Rehab. Les deux Les animaux Les sujets Sont Le verbe Bien. Le pétrole Englue Le pétrole Sujet Englue Verbe Pour la quatrième question, trouve dans le texte, deux verbes du premier groupe et deux verbes du troisième groupe. Alors, les verbes du premier groupe, je crois qu'il y en a plein. Comme polluer Oui Tuer Empêcher Lager Où lui est Causer Nettoyer Voler Bien. Et les verbes du troisième groupe ? Vivre Devenir Répondre Pouvoir Très bien. Bien, passons maintenant à la cinquième question. Écris correctement le mot entre parenthèses ou bien l'adjectif entre parenthèses. Une marée noire. Rehab Dis tableau Dis tableau noir Comment tu vas écrire noir ? Noir avec S Pourquoi tu as mis l'adjectif au duriel ? Parce que des tableaux non masculins et pluriels. Parce que des tableaux est un nom masculin pluriel. D'accord. À la sixième question, écrire la phrase au singulier. Voici des oiseaux et des animaux. Vas-y Lina. Voici un oiseau et un animal. D devient un. Oiseaux sont X et animal à L au lieu de Aux. Très bien. Nous allons passer maintenant aux activités de la production écrite. La première question. De quoi est recouverte une grande partie de notre planète ? Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. Deuxième question. Qui vit dans la mer ? C'est là où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. Troisième question. Qui pollue l'eau de mer et comment ? Malheureusement, l'homme la pollue par les déchets d'usines et par le pétrole qui se répand dans la mer. Bien. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. C'est le milieu où vivent... C'est là où vivent... Où tu vois le milieu ? C'est là où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. Malheureusement, l'homme la pollue par les déchets des usines et par le pétrole qui se répand dans la mer. Nous allons découvrir maintenant les caractéristiques d'un texte informatif à partir des questions suivantes. A. Ce texte nous raconte-t-il une histoire ? Non, monsieur. Ce texte nous donne des informations sur la pollution des océans. Deuxième question. Y a-t-il un personnage ? Non, monsieur. Pas de personnage. Troisième question. À quel temps sont conjugués ces verbes ? Au présent de l'indicatif. Bien. Dernière question. Quel est l'objectif du texte informatif ? Le texte informatif nous informe... Informatif ? Inform... Vas-y. Le texte informatif nous informe... Le texte informatif... Le texte informatif... Vas-y. Le texte informatif... Le texte informatif... Le texte informatif... Le texte informatif... Nous informe sur... Nous allons essayer de lire les mots répartis en syllabes. Alors, réhab' pour le premier mot... Re-cou-ver-te. Re-cou-ver-te. C'est bien. Lina, deuxième mot. Mam-mi-fé-re. Mam-mi-fé-re. Bien. Troisième. Ma-le-re-ze-ment. Malheureusement. Dernier mot. Des-u-s-i-ne. Des usines. Des usines. Très bien. Alors, essayons maintenant de lire le texte écrit sur le tableau. Vas-y les filles. Une grande partie de notre planète est recou-ver-te. Recouverte d'eau. C'est là où vivent beaucoup de poissons et de mam-mi-fé-reux. Mam-mi-fé-reux. Mais, ma-le-re-ze-ment. Malheureusement. L'homme la pollue par les déchets des usines. Nus, des usines. Et par le pétrole qui se répand dans la mer. Très bien. Très bien. Dans cette dernière séance, l'ancien invitera les apprenants et les apprenantes à exécuter les consignes de la rubrique « Je m'évalue ». Deux, à interagir avec le texte. Trois, à relier la lecture à la production écrite. Dans cette quatrième séance, les apprenants et les apprenantes sont invités à. Trois points essentiels. Premièrement, à exécuter individuellement. Et je répète, individuellement. Les consignes de la rubrique « Je m'évalue ». Deuxièmement, à interagir avec le texte en portant des jugements sur son contenu. C'est-à-dire, exprimer leurs accords ou désaccords, exprimer ce qu'ils ont apprécié et ce qu'ils ont détesté. Troisième point. Se préparer oralement à l'écriture d'un texte à visée informatif et descriptif. Puisque le type de notre texte étudié est informatif et descriptif. Dans cette séance, nous allons répondre aux questions de la rubrique « Je m'évalue ». Première question. D'après le texte, qui est le responsable de la mort des milliers de poissons et de mammifères ? L'armée est le responsable de la mort des milliers de poissons et de mammifères. Question suivante. Que cause le pétrole répandu dans la mer ? Le pétrole répandu dans la mer cause une marée noire qui pollue les côtes. Passons maintenant à la question numéro 18. Qu'est-ce qui empêche les oiseaux et les poissons de voler ou de nager ? Le pétrole en gluant leurs fourrures ou leurs plumes, ce qui les empêche de nager ou de voler. Bien. La question numéro 19. Cite d'autres causes de la pollution de la mer, Nina. Alors, les autres causes, c'est la pollution. La pollution urbaine, la pollution industrielle et la pollution agricole. Alors, nous sommes arrivés maintenant à la question numéro 20. Que conseilles-tu aux propriétaires des usines pour préserver la mer ? Pour préserver la mer, je conseille aux propriétaires des usines d'œufs. Premièrement, traiter les déchets et de les transformer au lieu de les jeter n'importe où et n'importe comment. Deuxièmement, traiter et vidanger les eaux usées. Bien. La dernière question. Si toutes les mers et les océans sont pollués, qu'arrivera-t-il ? Cela mettra fin à la vie aquatique, ce qui menacera la vie humaine. Ce qui menacera la vie humaine. À l'instant, j'aimerais bien savoir ce que vous avez aimé dans ce texte et ce que vous n'avez pas apprécié dans ce texte. Oui, Vaseline ? J'ai aimé la sensibilisation de l'homme à protéger la mer. Oui. Et toi, Réha ? Je n'ai pas apprécié que le pétrole et les usines détruisent le milieu où vivent les poissons et les mammifères. Bien. Êtes-vous prête pour la dernière activité de cette leçon, les filles ? Oui. Je n'ai pas bien entendu. Oui. Oui. Alors, il s'agit de relier la lecture à la production écrite. Alors, première question. Quelle était la consigne de la production écrite, Réha ? L'écrit l'opération de nettoyage d'une forêt. Très bien. Alors, deuxième question. La dernière question. Cite deux critères d'un texte informatif, Lina. Donner des informations sur l'état de la forêt avant et après le nettoyage. Deuxième critère, Réha ? Utiliser des adjectifs et les accorder avec les noms qu'ils qualifient. Alors, je veux remercier infiniment, mes chères filles. Heureux d'être avec vous dans cette longue leçon. Ouais ! C'était trop lourd ! Ouais ! Non ! Ok. Alors, je vous remercie infiniment. Au revoir ! Au revoir, les filles ! Au revoir ! Vas-y, au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sayonara ! Aara ! Aara !